موسيقى مسائل خير ما فيش راجل في الدنيا ما بيتمناش ان شركة حياته تكون ست مطيعة بتنفس كل طلباته من غير مناهدة كتير ولا ند بالند يمين يمين شمال شمال بس المشكلة انها حتى لما بتعمل كده ساعات كتير ما بتتقدرش بتشوف معاملة تانية خالص عكس كل اللي في خيالها زي سلوة بطلق قصة حقيقية النهاردة اللي بعتت تقول لنا كل مشكلتي مع جوزي اني ما كنتش بقول غير حاضر ونعم تفتكروا ايه اللي حصل لما سمعت كلام جوزها تعالوا نسمع الحكاية من اولها ونشوف سلوة بعتت تقول لنا ايه اسمي سلوة وعندي 35 سنة متجوزة حاليا بقلي 7 سنين وعندي ولد وبنت مشكلتي اللي ببعت لكم عشانها بدأت معايا من وقت الخطوبة كنت وقتها بنت موطيعة وطيبة ومش هكسف اقول ان انا كنت ضعيفة الشخصية ما بعرفش هتعامل مع الناس يمكن لاني كما افول علي بزيادة وكنت قليلة الاختلاط بالناس كنت بحط كل وقتي وطقتي في الدراسة والتعليم وبس ومن يوم ما تخطبت ما كنتش بقول غير حاضر وطيب ونعم كنت باتعامل مع خطيبي اللي هو جوزي دلوقتي بسلامة نية زيادة عن اللزوم لدرجة وصلت للإهانة فيما بعد الموضوع بدأ بالتدريج اللي هو معاملة نشفة بعدين الصوت بدأ يعلى وبعدين طبعا بدأ يغلط ويشتم لحد ما وصلنا لمد الإيد ده غير كل شوية تهديد انه هيسبني وانا منسى زاجتي كنت بطوعه وحاول أرضيه بخاف أحكي لأهلي لاحسن الموضوع يبوز أفتكر مثلا في مرة اتزقيت في الشارع وترميلي ورق شغلي عشان بس شفني بكلم زميلي في الشغل وكان بيسألني عن الساعة وهو شفني صحيح أنا متعلمة واشتغلت فترة مش قليلة لكن لا تعليمي ولا شغلي خلوني أعرف أتعامل مع الناس كنت مش بعرف أرد وأصد وأخد ودي أو أخد حقي حتى جوزي عجبته عشان طيبة لدرجة الهبل في بداية جوازي كنت عايشة معاه في تهديدات طول الوقت كل شوية هطلقك وهسيبك وأخد ابنك منك أفضل أتأسف واعتذر له على حاجات هيفة وتفهة مش مستهلة إنه يحصل عليها مشكلة بس كنت بحاول أرديه عشان المركب تمشي والدنيا تهدى وياريته عاجب لدرجة إنه في مرة قال لي أنت بقيت بتعتذري على الفاضي والمليان وبقى شايفة اعتذاراتي ملهاش أي قيمة ياريت الأمور وصلت لكده وبس ده كان مريد في التحكم والأمر والنهي بحاجات ما تخطرش على بلكم أفتكر مثلاً في مرة حكم علي أني أجيب جزمته وأضرب نفسي بيها عشان أرضي عشت معاه في قمة الزل والمهانة أنا محتاجة أخد وقفة هنا عشان حتى وأنا بقول الموقف اللي ذكرته مادام سلوى أنا دايقت يعني اللي عرفوا إنه فيه نوع من الرجالة كده دايماً بياخد أو بيستمد قوته إنه يبقى جبروت من ضعف اللي قدامه ست اللي قدامه كل ما يلاقيها رضي بالبهدلة ونوع بيغلط فيها ومالهاش وقفة كل ما بيتمادى في الظلم ده بس معقولة توصل لكده إزاي وفقت يا بنتي تضربي نفسك بجزمته عشان إيه عشان ترضيه معقولة تعالوا نكمل كنت خايفة وضعيفة ده غير إني كنت خلفت ولد ونفسي ما يتبهدلش ولما جات بنتي ابتدت المشاكل تزيد عشان خلفت بنت ساعتها جات حماتي وقعدت معايا قال يعني عشان تغدمني وتخلي بالها مني بس اكتشفت إن هي جاية عشان أنا اللي أغدمها ويرتها قعدت في حالها كانت بتحب تقوم ابنها علي كل شوي تخترع مشاكل مما فيش تستنى يبقى لسه راجع من شغله تعبان تقوم تشتكيله على أي حاجة وخلص لدرجة إنها في مرة قالت له وانتم متخنقين مع إننا في الوقت ده كنا كويسين جداً مع بعض ده غير تدخلاتها الغريبة في تربيتي لابني ولو زعقت له يعني زعقت الابني مثلاً على أي حاجة وعملها غلط تلم شنطتها وتقول لجوزي دي ضربت الولد قدامي أنا ماشية ومش قاعدة لكم طب إحنا كل ده ما تكلمناش عن أهلك يا سلوى إزاي ما حكت الهمش على اللي بيحصل ده إزاي ما كانش فيه وقفة بعد اللي بيحصل ده كله طب ما جبتيش مامتو ليه تقعد معاكو لما هو جاب مامتو مامتك بقى فين إيه بقى يلا نكمل زي ما قلت لكم كنت بحاول ما أحكيش لأهلي عشان كنت دايماً بسمع إن المفروض المشاكل بين الست وجوزها ما تطلعش بر قدر الإمكان وكنت خايفة أحكي في المشاكل تزيد بس لما الموضوع زاد عن حده اتكلمت أخيراً وحكيت لأمي على اللي بيحصل ساعتها زعقتلي جامد وقالتلي أنت إزاي سكتة كل ده المرة الجاية يبقى سيبيه يقول لك هطلقك وهرميكي وردي عليه وقال له طلقني وفعلاً جمدت قلبي دخلت فيش مال لقى واحدة تانية واحدة جامدة وقفة في وشه غير الطيبة الخلوقة الهادية اللي كان هو يعرفها تماماً لقى وش ما كنتش أحب أظهره ولقيت قلبي بيتقفل منه وعقلي بتفتح وفي يوم تعبت جداً وقعت على الأرض وكنت مش قادرة من الواجع وهو نايم مع والدته في القوضة التانية فصحيه على تعبي نزل جاب لي حقنا مسكنة وهي بكل هدوء قالت له ما تقلقش دي بطنها بتوجعها عادي تلاقيكي كنت يماشي حافية على السيراميكو جالك بردو ولا حاج يبيلبيسي شب شب وانتي تبقي كويسة وانا ما كنتش مصدقة اللي هي بتقوله لما جي معادي الغداء قلت له انا مش قادرة عمل أكل معلش ابعت هات أكل جاهز وما جاتش على يوم بس ليه وليه ما امتوا تاكل أي حاج اتشتمت واتضربت ولما قلت له انا هكلم لك أهلي يجو يشوفو لك حل لقيت حماتي بتقولي أهلي مين يا مؤهل وطلعت ألفاظه وشتايم وكلام مش هقدر أقوله طلبت من أهلي لكن محدش منهم جي ليومها بعدها بأسبوع عملنا قادرة وجوزي قال لهم مش عاوزها لا هي ولا العيال رحت قعدت شهرين تقريبا في بيت أبويا العاجز المريض اللي لو كان بصحته كان خلى جوزي يلف حوالين نفسه بس هو كان تعبان جدا وقتها وسبني أنا والعيال من غير ما يسأل فينا ولا يبعط لنا مصروف وبعد المدة دي كلها إخواتي عملوا قادرة ورجعوني لي تاني واضطريت أرجع بسبب زن أهلي اللي كله شوية كانوا يقولوا لي ملكيش إلا بيتك وبصراحة ما استريحتش عندهم كنت حاسة إني حاملة قيل مليش مكان في بيت أبوي وبعد المكانوا شايفين إن جوزي غلط فيه وفيهم وإنه كل ده دوب حضر الصلاة والدفنة وبس وعاوزني بعد كل ده أرجع مع أهله زي الأول وأروح أزور مامته وأكلمها تاني بصراحة يا سالي أنا مش قادرة أضغطها نفسي وارجع مع أمه زي الأول من بعد ما هنا عليه أهلي خصوصا إن بابا الله يرحمه كان بيسأل عنه دايما وفي مرة من قهرته قال مش عايزه يجي يحضر دفنتي ولا عزايا يوم ما موت بس أمي بتقولي روحي ودي أمه وخليكي أنت الأحسن لكن أنا مش قادرة خصوصا إن معاملته معايا من سيء لأسوأ ودلوقتي حاطت معاملته لي فكفة وإني أروح أو ادمامته فكفة تانية قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة سلوى رسالة بتعبر عن بيوت كتير صاح معظم الستات اللي فيها بيعانوا نفس المعاناة تقريبا بس ممكن تبقى بنسب مختلفة أو فرق ثقافات منهم اللي لسه وقفة في منطقة الحيرة زي سلوى كده بالزبط طب عامل إيه ومنهم اللي ورقهم دلوقتي في محكمة الأسرة هواديكي أماكن عمرك ما روحتيها وديكي روحتيها مستنياة الطلاق أو الخلعة ومنهم كمان اللي بكل أسف الأمور اتطورت وبقت أصعب لحد ما طرف من الطرفين اتهور وعمل جريمة بنسمع عنها كتير وديه أكتر حاجة تخوف مش كل اللي اتهوروا في لحظة الشيطان يعني كانوا قصدين أن الموضوع يوصل لكده كان شقاصد أنه هو يعمل فيها حاجة وأنا مش عايزة تديكه أفكار بس أنه هو يعمل فيها حاجة تأذيها أو هي تعمل فيها حاجة أو تأذيها منهم اللي كان طيب وهادي مستحيل حد يصدق أنه هو يعمل كده لكن التراكمات بتعمل أكتر من كده طب سلوى بقى لو عندت وعملت جزء بالمثل هيحصل إيه طب لو طوعته رجعت تاني تزور مامته وتودها لقلت لها أنت ماشي حافية على السراميك فتعبانة تفتكروا النوع ده من الرجالة والنوع ده من الحموات يعني ما أنا كنت هقول ما كنتش هقول حموات بس ماشيها حموات دول بيقدروا معروف هل هيتغيروا مع الوقت وكام بيت خربيته حما بداية من عدم التربية يا طامت أسئلة كتير قوي في حكايتك يا سالو استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة